وصل صوتك شكرا على قبول الدعوة العاجلة سفاتح نوري الخبير الاقتصادي مرحبا مرحبا أبو بكر مرحبا أبو سيد المستمعين شكرا جزيلا سؤالي لون سؤال عام نعم له هكذا نحطه الأمور في إطارها نسألكم على الوضعية متاع البلاد اليوم اقتصاديا كيفش توصفوه وين تحطوه شنو الصورة اللي تنجموا تعطيوها الرأي العام للمستمعين متاعنا سليس فخفخ والله الوضعية كانت تنجم تكون خير برشا من الوضعية اللي احنا فيها موضعية المالية العمومية في وضع صعب وحرج وموارد متبلوكة عندها ثلاثة سنين مواردنا الجبائية قاعدت في نفس المستوى مصاريفنا زادت المدينية متاعنا زادت الدينار متاعنا قاعد في وهو مازال بيش يعمل واحنا نتفرجو هو هو اللي شي اللي اللي يدوخ اللي نتفرجو في عوض شنو ما الاجراءات اللي عملناهم باش نطوروا في الموارد الجبائية حات شي شنو اللي حواجة عملناهم باش نوقفوا هالتزحلق بدلها التدحرج متاع للدينار رئيس الحكومة قولك رو عمانا 14 فاصل نسبة نمو المدخيل الجبائية في بداية 2014 و2017 بالمقارنة مع 2016 وطولوا مع بحثين ناسي فايسل ديربيل تويحكينا على هيدا نجبو نحكيو في الاحكاية نجبو نحكيو في هالأرقام هو الحاجة عم ناول عملنا هدف باش نزيدو الموارد الجبائية خمستاش خمستاش الزدنا صفر ما زدنا حتى شي واسناء حطينا باش نزيدو خمستاش في المية الشهر جانفي اللي هو تاو محطوط عالسيت زدنا 7.5% يمكن عملنا معدل متاع 25% في فبري ومارس اتوا نستنعو في الريزولتات انا نحكي كان علي موجود الموجود تاو شهر جانفي اللي هو بيبلي عالسيت زاد 7.5% نحكي على هيدو وكي دي تشوف لانو هاللي جانشي في خدوم جي تشوف الجبائية متاع المؤسسات في تراجع عمناول تراجع تباربعين في المية واسناء في الشهر الولاني اللي هو تاو بيبلي الاخر ما نعرفوش سمعت سيد رئيس حكومة قال زاد 15% نستنعو في الريزولتات الجبائية على الشركات في تراجع بكثر من 10% يظل في حدود 19% في الشهر الولاني متاع 2017 واليوم الحقيقة هالوضع اللي احنا اللي احنا فيه وقت اللي احنا اخرجنا من المشاكل الكبيرة اللي كانت تعيشها البلاد من المشاكل اللي كانت البلاد على كف عفريت من ناحية المؤسسات واللات عندها دستور وعندها مؤسسات قايمة الارهاب كان يضرب اليوم تحكمنا فيه رغم اللي ما زال فما ما خاطر البرميل كان يكلففنا 3000 مليار كان في المية وعشرة في السماء في 2013 وال2012 وال2011 اليوم فيه أقل من 50 دولار اعطانا للميزانية اعطانا للميزانية 3000 يعني الوضع وإصلاحات بديت يقول قايم الإصلاحات نور مال مور أنا قدمنا برش البنوك العمومية كمنا لوديت من 2013 اش عملنا من وقتها 14 سنو احنا نتفرجوا الاصلاح الجبائي كمناها في 2013 وصي فيصل كان مشارك فيه بقوة اش عملنا من وقتها حد شي المؤسسات عمومية حلناها يعني فما بهت وفما زاد كلمة الثقة الثقة اللي هي زي ما نصرحه الشعب هو الحاجة على حكومة نحكي وإحنا كاينة حكومة يوسف الشاد حكومة جديدة احنا فما اتلاف حكومي هو بيدو عنده عميل ياخي العام لول باش نحيوه من التاريخ العام اللي من اللي عندنا توه هذا عامين ونص عامين ونص حكم عامين ونص اتلاف حاكم عمل اقل من 1% نسبة نمو النسبة في يوسف الشاد قال معدل الخمسة سنين ستة سنين ليفات 1% لا يا اخويا فما إلا 2% في 2011 وفما معدل 3% لمدة 12 13 14 وفما 1% في 15 16 يعني في الحكم متاع الاتلاف الحاكم هكا كنحب نكون صدقين وبيش نكسب الثقة متاع العباد والمعارضين يزينا نقول الحقيقة تو عن اتلاف حاكم يحكم عنده عامين عمل النسبة تبيع حتين الماديونية اخذها في 47 راجحها 65 اخذها العز التجاري هردو الدينار تراجع ب30% يعني معناته ينكت وقتلي عليش كن قتلك وقتلي الوضع متاع البلاد كان يخلينا نكونوا احسن برشة من تو رانا عملنا صلاح رانا الاتلاف عنده ارضية واسعة المعارضة مسؤولة ماش قاعدة تضرب ومدق ما نحن احنا في معارضة تعالفين و13 اللي ايه باي سيليس هنا في تار المقارنة وتصفية حسابات واحنا كنا خير لا لا اما خلينا في اليوم خلينا في اليوم خطرنا نحن نحكي معك كوزير مالية سابق وتعرف المالية العمومية وتعرف الوضع الاقتصادي وكذا ومتابع خلينا في اليوم عليش اليوم وضعيتنا اليوم مسئلتك شنو احوالنا انا قتلك قتلك احوالنا الصعيبة برشا وقت اللي كانت ناجو بتكون بايا برشا وقعت نفصلك علشي زي ما تكون بايا برشا وعلش زادت دهورت وقت اللي كانت زي ما تزيد تتحسن واضح اليوم وضعنا صعب واذا باش نقعدوا بها السياسة هذي السياسة اللي ما نعمل حد شي وما نمس حد شي لاني نخمم في العباد اللي عنده منافع ولاني نخمم في الانتخابات الجاية وما نحبش دوسيات صعيبة ولاني ما عنديش الشجاعة الكافية باش ندخل في الام باش ندخل في ولاني ما عنديش سند من الحكومة ولاني ما وغيروما الكل هن فيدي سوق بلاس والسوق بلاس في الوقت اللي يتاوى يجري هن ركو وهذا اللي قاعد نعاشي نوط سيفايس الدربية المستشارة رئيس الحكومة المكلف بالجيبية الوضع الاقتصادي والوضع المالي بسيفة عامة وحضرنا ندينا بالأرقام رئيس الحكومة كان قال هناك مؤشرات لعودة النمو ولنمو أيضا المدخيل متاع المدخيل الجبائي شكرا والله صحيح الفترة هذه صعيبة والمالية ووضعية المالية العمومية هي في وضعية حريجة ما ننساوش اللي كمنا سنة 2016 بعجز ميزانية 6% عجز ميزانية 6% معناها سينيال اختير برشا بالنسبة للميزانية العمومية وإذا كان نزيدوا عجز التجاري معناها يوليوليدي في سيد جمو كبار برشا اللي صعيب باش نجمو معناها نحسنوهم معناها بسرعة كبيرة به نشاطر السي سي دي اس يقول وضعية صعيبة لكن ما نستطروش يقول احنا نتفرجو خاطر ما نشق قاعدين نتفرجو ثم فرق عمل قاعدة تخذب ثم حكومة قاعدة تخذب ثم جلسية ثم تقول لي وين هو النتيجة تجمي تقول لي وين هي النتيجة النتيجة بجيش من معناها دي جور لان دماء ما نجموش وحنا نكملو ديسمبر بعجز ميزانية بستة في المئة نجي في جانفي نلقى عندي فايد ميزانية بثلاثة ولا باربعة بالمئة ما ننجمش نجم نحسن نقلص وهذاك اللي سار على خاطر تول زي دي كاتور متاع ثلاثة شهور الأولى على الأقل خير من ثلاثية الرابعة متاع 2016 كما قال رئيس الحكومة في الحوار اللي عملته معها هولت البارح هو في الواقع إذا كان نعمل سيكون أبل البرو فورما سيتدير انكمل الكمبارابل الزيادة ممكن تكون حتى 17 و 18% علش على خاطر الأداة على الدخل اللي خذيناها في 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 مارس الدخل الأداة هذك كنت تتنوي دي ميكانيزم دي كريدي دمبو اللي عملناه ما تعرف الزيادة صارت بار ان كريدي دمبو معنا نقص دمبو في مقابل الزيادة ولا نقص لنبو من 2016 فمتراني ناخلت زيادة 17-18% في المداخيل الجبائية به هذي في مستوى المداخيل الجبائية في مستوى النمو بسيفة عامة بوادر النمو بوادر النمو تبدو بوادر إيجابية الفوسفات رجع على النساق العادي متاعه السياحة ماشية وإن شاء الله تزيد تتحسن 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 أكثر معناها المؤشرات تخلينا نعملوا إن شاء الله في الثلاثي الأول نكونوا في مستوى للنسبة اللي معناها كنا نقص بريفو في الميزانية النسبة بريفو للثلاث عشر الأولى قد يش نسبت نمو البتوقع المتوقع إن شاء الله تكون في 2.5% الثلاثي الأول الثلاثي الأول إن شاء الله نكونوا في 2.5% لا تينا رقم ويقعي معناها توقعاتكم التوقع الواقع مش تقولي لو تسعى في المية نمو في الأداء على القيمة المضافة وفي التفيه واليوم نسبة نمو في كذا مش تكون مش تكون توقعاتي أنا مخاطر ما عناش لشيفر ما زلنا اليوم 8 شفري أنت في قلب تعرفوا إيه في قلب ما زلوا لشيفر بخرجوش فهمتي معنا ما فهماش مش منقولش نعرف نعرف نحكي توقعات خطتتعرف سليس عرف الشي هذي يمكن خير مني معنا تتحبلوا برشا وقت خدمة بور كالكولي لك رواصص دون تريميستر سيبا نفو دو جور نفو دو جور نفو دو جور نجبو نعرفه أما نتوقع نتوقع مش نكونوا مبين 2.3 2.5% تقولي كيفاش نخلطو نكمل العام بـ 2.5% جستما على خاطر عندي دي مواتور ايكوناميك جيين اللي هما السياحة واللي هما الموسم الفلاحي وخاصة الموسم الزيتون اللي يخلط لعالثلاثي الرابع مش يكونوا بهين مش يحسنوا ils vont بوستر un tout petit peu لتو دو كراسان سليا بح دون تو سا دون تو سا الخلاسة متاع لفمي لفمي نعرفوها لا تو جامل ولا تو عادي أنا جيين بات شوية أي أنا جيين بات شوية معناها معناها دور درسما سوف ك سوف ك بيانسور سوف ك دور استفار أنا كوننا نحكي على ذا بكري شوية خلينا نحكي على الوضع العام والتوصيف العام مع سفاتحي النوري الوضعية الاقتصادية وانتي مكرو ايكوناميست سفاتحي نوري شوف سيبو بكر الوضعية ما يخفر حتى تونسي اليوم ميكرو تعمزي أي ما يخفر حتى تونسي اليوم الوضعية منتع البلاد كما قالوا الأخيان مش بنرجع عليه التوازن في الميزانية العامة للبلاد في المعناها الديفيسيد بيجيتار ذاكرا ما نحكي بشعالي حكيت فيه الناس كل لكن ثم جانب آخر يخوفني أكثر من العز هدايا هو العز في الميزان الجاري اللي عنده تأثير على القدرة التنافسية للاقتصادنا اللي في وسطه العز الميزان التجاري كتشوف العز الميزان الجاري اليوم معناها في السنوات الأخيرة المعدل في 8.5% وكتشوف بين 2000 و 2010 المعدل العز ما كانت شيفون 2.9% معناها الضعف هذا مواشر صعيب مواشر اختير اختير لأن المستثمرين الأجانب ما يخصدوش العز في الميزانية بل يخصدو العز في الميزان الدفع ونزان الجاري ميزان الجاري اللي فيه ميزان التجاري اللي فيه الوالدات والصديرات متاع البضاع واللي فيه الميزان متاع الخدمات واللي فيه الريفوريد فكتور اللي هما إذا كان المستثمر الأجنبي خرج المربيح متاعه واللي فيه الريسات متاع تحويلات واللي فيه الترانسفير وفيه البييمون نزان تريكس هذا يكله يتسمى العز الميزان الجاري هذا هو أكثر حاجة روحة في عز الميزان البنص نشوفه الأكثرية الحل الكبير العز الميزان الجاري نحن دي معنا شوية لحبطة بين التجاري جزء من الجاري هذا يختار برشا لأنه أثر أثر سعر الصرف تادينار التونسي وإذا كان أثر سعر الصرف أثر على قدرة تنفسية لاقتصاد ويأثر بصفة غير مباشرة التضخم المالي وإذا كان أثر تضخم المالي واللي أثر على القدرة مشيرائية متاع البوات فلهذا وضعنا المال منحية العلاقات مع الخارج مع المعاملات التجارية ونقوموا بها مع الخارج وضع ما أقول لك لا نحصل عليه وضع صعيب ويلزب أن نقوموا بحلول هل فهم مؤشرات متاع الروت دي مراش شوف هذي وضع مش تقلب هال معناها كيميقاء الرئيس الحكومة مش نقلب معناها التندنس معناها من يكن تماشي للطائحة بش تبدأ تزرسها شوية وتطلع عكسها متاع شوف ما تماشي حاجة ما عنداش حلول كل حاجة عنده حلول حاليا المؤشرات فيما يخص الميزان للدفوعات وفيما يخص اللي كنت أحكي لك عليها الحد الآن ما ليش مؤشرات معلها إيجابية بل بالعكس مزلنا النديو بتحسين الوضع التجاري لتونس سياسة تكون سياسة تهمنا القطاع الحقيقي السكتور الريال اللي هو فون بوليتيك كوميرسيال أو ترك البوليتيك أكتوال اللي نعمل فيها في البلاد اليوم يزمها داي وقلناها وديما نخرج وقلوه في المجلس ومجلس وزالي سوى رئيس الحكومة مباشرة الكل معني بالوضع هذي ما يتحسن إلا ما يتحسن ننموه في الاقتصاد باش نرشع ونحسنه المشكل الكبير كنت أقول لك عليه فيما يخص اليوم اللي سمعته في عودة النمو واللورتور لكروسانسي أكوناميك والله الفكرة ذي أنا سعيد كي سمعتها الكلبة هذية لأنني حتى في اللقاء الوحيد اللي قابلت فيه سيد رئيس الحكومة كنت أقوله كنت أقوله سيد رئيس الحكومة سويل لكروسانس كنت مهمك 30 سنة دومة 30 سنة دومة أعمل لان جوفيرنمو دورتور ناقل لكروسانسي أكوناميك رجعنا نمو الاقتصادي كيفاش رجعنا نمو الاقتصادي ثم عديد السياسات من بين السياسات التي اقترحتها شخصيا سياسة معناها القطاعية سياسة القطاعية فوليه فوليستريكتوري الإيكونامي متاعنا وهذا يتطلب وقت على المادة المتوسط والمادة البعيد المدى الثلاثة السنين المدى المتوسط نبدأوا الراو في المؤشرات هو اليوم خرج وقال وكما اسمع الضوء كذلك الأخ يقول اللي يقوله معناها بوادر معناها استرجاع النمو القراءة دي أنا منيش من الناس اللي معناها نحبتها في الاقتصاد ولو هي قراءة بقيعية يزالنا نقولوها لكن نخير القراءة ثانية بشي قول ذلك هو ما طوى الواحد يمشي على مصادر نمو الانتاج يقول لك الفصفات باش يرجع السياحة باش ترجع ربما عندي الفلاحة زينا كذلك هذو ما مصادر نمو هذو مصادر نمو يجيو من الانتاج إلا لأن زينا كذلك الموتور اللي بجي حرك الاقتصاد فهمت محركات الاقتصاد هي الاستثمار هي الاستهلاك هي التصدير هي الانتاجية هذو محركات يجيو من نبني عليهم كراءة القطاعات اللي أحكي عليهم سيد الرئيس الحكومة في النمو أنا متفعل اللي عودت للانتاج لكن القطاعات هذه ما تمثلش نسبة كبيرة في النمو لا ديك مثل ببكر كنقلوا قطاع السياح قطاع السياح كي كان ينشط قبل 2014 كان يمثل 7% من ناتج نحل يجباني متاعنا اليوم مثل 3.5% فقدنا 3 نقاط فيه قطاع الفوسفات اللي كان يمثل 7.8% كيف كيف اليوم مثلتش حتى 1% القطاعات هذه الزوزو كناخدهم ماذا زوزو أحدهم كي باش يرجعوا كي باش يرجعوا في النمو المتاحهم قداش باش ساهمه في النمو الاختصادي باش كون مساهمة المتاحهم ما نقولش بحطة شمة معناها ما يشكل مساهمة الكبيرة ننتظروا منها باش تعطينا 2.8% حاشة مهمة جدا سي ببكر كان متر شمانا باش من نقولش لغة الأرقام خطر حاشة مهمة احنا راو اقتصاد راو يلزمنا يلزمنا إذا كان حاب رجعوه النمو هدايا راو ما يرجع إلا النمو هدايا ما يرجع إلا إلا بالاستثمار وإلا بالاستهلاك واليوم مؤشر الاستثمار مهوشي هذاك اللي حاجتنا به باش عطينا 2.8% و2.5% ونجب كانت حب بعد هل رجع قاو معي ذيو في فتحي نوري الياس فخ فيخ وفيس لدرب حابتني اخو فكرة على من عندكم تومك فاش تتصوروا الوضع العام وذو كلكم تقولوا أنو الوضع صعب معناها كل واحد يقرأ هذي مسألة المؤشرات اللي جاية نستناول الأرقام اللي جي في شهر ما بالنسبة للنمو صندوق ناخد الدولي ياسفخ فيخ والبارح معناها في بيان رسمي عبر عن رضاء على تقدم الحكومة الحالية في تنفيذ الاسلاحات المتفق عليها وتبقى لذلك أنو هناك باتفاق على صرف القسط الثاني من جملة ثمانية أقصات اللي قسط شهر ديسمبر القايل عليش ما رجيش للقسط الثالث اللي هو في قسط شهر شهر مارس أنا ما نفهمش في الأمور في الأمور هذي كانت نجموا تحاولوا تفهموني هذي شنو دليلتو هل أنو نحنا ماشيين في الثنية صحيح تليس ما هوش ديبلوكاج متاع القسط هو اللي بش يقول ماشيين في الثنية صحيحة ولا ماشيين في الثنية في تنفيذ الأسلاحات اللي لازمنا نحنا نعملوهم أنا بش نعاود نذكر أول حاجة التقرير واللونج جمال اللي عملناه مع الفيمي مخذاش البقعة متاعه في توعية الرأي العام وفي تعبئة الرأي العام وفي ديما نرشع للشجاعة السياسية بش نقوله شنو وني مش نعملوه في اللاكور متاعنا عملناه في المهموتة ما تناقش حتى في مجلس النواب وقت اللي اللاكور اللولاني اللي عملناه تناقش في مجلس النواب ومسالش كي تناقش في مجلس النواب وعباد تنتقدك على الأقل من جهة تقويك في التفاوض تقول لهم راني أنا معنات عندي زادة توازناتي الداخلية وثاني حاجة زادة تهيأ الرأي العام هدايا صار براسك تحت حيط اليوم قاعدين قاعدين نتناقش ومع خذينا تعهدات ما قلناش بها البنك الصندوق النقد الدولي إذا تاخد تعهدات يجبون تحترمها ينجم يأجلك ما مينجمش تاخد تعهدات وتقولوا يعطيني فلوسي يعطيك يعطيك بتاع الدبلوكات الثاني يحب أن الأمور تقدم تقدم شوية مايش قاعدة تقدم وهذاك علاش وانا وحنا قلتها من اللور قتلك رأيه ونمط معايات السرعة متاع الإصلاح بطيء برشة تردد برشة ما فماش سند ما فماش كوميونيكاسيون الكله ما هوش ماشي في الثنية اللي يحب عليها والثالي حاجة هنا يظهر لي التفاوض معايات تعالنا ما نقوله فيه مايش قاعدين نتفاوض مع الصندوق الدولي ومع البنك مع صندوق النقد الدولي ومع البنك العالمي كيما بلاد في حالة تعيش انتقال ديمقراطي اللي يزم التفاوض يكون سياسي اقتصادي انا اللي نشوف فيه تفاوض كينا نتفاوض عام 86 يعني في حكومة اللي هي بيدها ما تبدو ما صار حد شي في البلاد صارت كريزي كونوميك ما صارتش ما صارتش ان سيزم بوليتيك احنا الصندوق النقد يحكي معنا كينا احنا كينا كيما تقول انتي يحكي مع المغرب صار فيها حد شي صار فيها تعديل دستوري اما النظام موابيدو احنا اطاح نظام وطلع نظام وبدلنا من الدستور واحنا وندخلوا معاها في ديزانجاجمان اللي كانوا ما نقبلوهم بش باللول وهذه قوة الحكومة انه فما حويج ترفضهم اليوم الحكومة تقبل كل شي عاليش ترفضهم وقتهم اسلاحات مفروضين بتسريح الوعود فما حويج بتجيبش تعمل فما حويج تقول رأو هدية مني جبش نعملها في ثلاثة شهر انا تفوضت معا صندوق النقد الدولي وبش نعطيك انكدوت واو سلشاد العياري مازال موجود لكور صححته نص الليل فوق كربتي في دار لانه رفضت بش نصحه في الوقت وصححته قبل ما توصل لانه فما حويج رفضهم فما حويج يزمن نرفضهم مني جمش نعمل حاجة اللي هي تاخذ لعام نعملها في ثلاثة شهر يعني حاجتي ياما نلتزم وجو بير ما كريديبيليتي ياما ما نعملهاش وزوز جو بير ما كريديبيليتي وهذاك اليوم فما حويج التزمنا في الوقت مني جموش نعملهم فما حويج التزمنا فيهم والتوى ما صرحنا تعرف انت حاجة مثلا على كتل دجور كيفاش مش تحكموا فيها هاو الاعلام نحكيوا هاو بحضان يعطيونا سيفايس المذبية اليوم يفصلي اش مش نعملوا فيه كتل الوجود بالتلارقاب كيفاش مش نصرحوا عشر الاف ست الاف كيفاش مش نوصلوها الاثناش في المئة من البي بي من في عام فينو عشر هكيك صندوق الدعم اش مش نعملوا فيه فما عندك اليوم انت متابع ومنشط متاع يمكن اقوى حصة على راديو بوليتيك اش مية الحاجة الي مش نعملوها في صندوق الدعم حد شي دي جينيغاليتي ودي ما ما نحبوش نصرحوا وهذا يا رانا من نجموش نواصلو بهال فويتون افان هاما ما ناخدوا مسؤولياتنا اش مش نعملو في الصندوق الاجتماعية اش مش نعملو في المنظومة الدعم اش مش نعملو في تطوير موارد الجبائية متاعنا اش مش نعملو في كتة الوجور وكتة الوجور راو انا نسمع مرتفعة وزيدة خطر هو سيان راسيو وعلى خطر نسبة البي بي بتاعك منخفضة برا طلع في البي بي بتاو نسبة النسبة اللي تحكي عليها اللي احنا اللي اولانين في العالم هتو طابط بتبعاتها دوك هده الكلام يجبنا نقولو يجبنا نقولو نسبة الوجور صحيح مرتفعة وهذا عنده برشة برشة حواج اللي وصلتنا الوضع هده طيب واما في نفس الوقت ماذا قاعدين نعملوا باش نقصوا فيها يجبنا نقصوا فيها من الكتلة اما يجبنا سيخطو نزيدوا في البي بي باش الراسيو يهبط وهذا اللي ما نشقاعدين نحكيه فيه وما يتو وخلي سيفايسل دربال يجاوب على مختلف الاسألة سيفايسل دربالي دونك الديبلوكاج متع قص من اقصات القرض من عند الفمي شنو تأثيره وهل نحن قلت انت لماذا جاي ماذا الأصعب وسيفري ماذا الأصعب ماذا تفهم شروط أخرى ولا تفهم إجراءات أخرى لازمها أو إسلاحات أخرى لازمها تصير دونك خلنا نبدأ بدلالة الأولى الإيجابيات الأولى متاعه سأنا أعتقد الاتفاق الحسن البارح هو إيجابي وكاننا ننتظر فيهم منذ مدة بعض الشهور إيجابي كإدارتنا وذلك الوضع نعيش فيه نحن اليوم معنا سبع سنوات معناها وإحنا مازلنا ترانزيسيون مازلنا مش فهمين بعضنا فليذا وقت نتحدثوا على مشروع بش نعملوه وإسلاح بش نعملوه دي متى قصعوبات مازلت المناس رفضة حتى الإسلاح وبرسك ما سلحنا شي حتى التوق لكن لكن ثم مازلت تعلم اللي ثم مازلت إسلاحات قادة ماشية في طريق معناها في نسق معناها محترم واللي ثم حلول فيما خص الوحد فيما خص قدت الأجور أربيد ما ونقول لك على الفلوس اللي بيش يعطيه والتونس شوف رأي قدت الأجور أنت جنولي عندك عندك الأجور هذي ما تحكم مش فيها لأننا تم اتفاق فيها مع حتى حد ما نجم يمسها تفقنا تقول لي قاسم النجل محل الإجمالي متاعنا حتى حد ما يجعقوا فيها اليوم الناس قول أرجعوا يختم بحبا حد يختم قول استطمر حتى يستطمر اليوم عنا مشكلة باش نرجعون نمو متاعنا باش نحسنو ردو نسبة نمو كبيرة باش هالكتلة هذية تتيح هو عدد الخدام الموجودين عندك الأجر ضرب عدد الخدام اللي تخدم وتقسم على الانتاج متاع البلاد مشكل الناس الكل الوجور تحكم فيهم رجي تي تي واش تبقى لنا تبقى عدد الخدام الخدام هذي الكريات المطروعة عدد مشكلة الناتج مشكلة ناس كول شو معنا ما فهم تكس يفتح لا مشكل البي بي متاعنا مربوط بشكون مربوط بسياسة حكومية بسياسة حكومية لك مهمش الدولة بركة. مهمش عاون اقتصادي واحد. يهم المستثمر. يهم المستالك. يهم المعنى البرتنير متاعك. ما مش يا انصره يا تتحكم في الدولة وعدها. هذا شاب مقولة. ما نحملش الدولة ما اللي حاجة بتنشمش ما أنا تتحملها. ما سولت الناس لكل. انتفقنا. قلت لك عليش ايجابيك تدخل الفلوسة دي للدولة. اولا مش الميزان. اولا مش تمشي دوق في الكندت ريسور و مش تعدى دوق في البالانس دي باي ما بتاعنا. وتحزس النسبيا في اللي تسعر الصرف متاعنا. وربما تعطينا معنا بوفيه جديدة. نستنى ودونك للترانش دابري والزوتر الترانش اللي خاطر كل ما دخلت لمويلة ديها بالأمر الصعب. تدخل واحد تعطينا بوفيه دوكسيجان وتحزسن لنا على قليلها الواحد. وكذلك تساعد الدولة في تمويض الميزانية متاحة. هي شنو القرود دي بتاعتينا. من اغلطوش راي. مش قروض تبني بها وتروط راي. هذه قروض معناه لي دعم الميزانية تتسمى. هذيك اللوش البنك العالمي والاخرين يستنوا فيها. حتى البنك العالمي يحكي معناه يحكي على قروض. مش بتبنيو طروط. يحكي معناه عن قروض لدعم الميزانية. الكلها فرد عائلة واحدة. متاع دعم يا كنتها قروض. هي عائلة دعم الميزانية. دعم الميزانية نحيو الفكرة متاعنا اللي يكون يمشي لكل هالأجور. زادا وكيني معناها كل ما فرنكنا تسلفوه منبرم كله ماشي الأجور. معناها هالمليارات اللي قادة دعم اخا الميزانية فيها الشيخ كان باب يوجوناك. ما ذلك كان باب الأجور. ثم باب أجور وعند كرتبالك حاجة اخرى سنين يتخوف. باب الدعم. اخي المحروقات بنية الميزانية هنا خمسين. اليوم خمسة وخمسة. انتي في بارك قداش خاصتنا المحروقات الفين وسبعة عام قداش يوفيا قداش يوفيا ب الف ومائتين مليار. هالستمائة مليار اذا فيها مينج تجيبهم. منين لقي تجيبهموا. عندي مشكل كما كانت الياس وقتها في الحكومة كان هناك مشكل دعم. في سورة ما كل التعديل اللي اتفقنا فيهم على فهميه وكل فرميون اللي عملناها هذي كم يتمش تطبيقها. نرتبقناها مرة واحدة. اليوم هذي هم شي يجب أن نعملو اقترتفع الأسعار الطاقة. إذا ما نتطبقوها يجب أن نمشي هذه الإصلاحات الموجعة. نمشي وفاك الزيادة متاع خمسين مليم وعشرين مليم للتركليسانس للتركليسانس للتركليسان لا نمسوش نبوس القاس بالبيعات الحال لنتمسي فقراء اللي نجب ونمسوها. إذا ما نمشي إذا كان نمشي ناشى العشرة اللي تكلف لنا تعرف قدش كلفت للدولة. لو فات دونا فا أبليكيسات فورويل دا جيستمو شوف المشكلة. موجودة الفورويل ودخل حاجز النافير من جويل يعني. لا 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 سي مبكر لا رطفت الأسعار. طبقناها مرة بركة لا أسر جدا طبقناها مرة بركة وطوما ناش قادي نتبقوا فيها. هي وتكلف 6 مليار دو على ميزانة الدولة إذا كانوا نواصلوا من تبقوا ليش. زيوبنا زي فايس الدربيل على مختلف على مختلف. على مختلف على برشة نقاط على فوكابلس ساعة أنا كل مرة سيلياس يتكلم. ليم يعجبني برش عما ساعة هكا زلق كليما نتفرجو وتحت حيط. تقول ليس أكونا في كل وفمين عملو تحت حيطه. ليس يلش. الأكونا هذي تحل السيد متع الافمين تلقاه. على خطر متعدش على المرلمين. هذا كاش متناقش. هذا كاش قلت على حيط. كيفاش متناقش. تناقش. و الأكونا هذي راهو. راهو الأكونا هذي. جاء سويت أن أكونا كان يتكلم. لما أكونا ما كملناش فيه راهو. الأكونا متع مي 2006. على خطر الأكونا الأول. ومش لازم نرجع على العليش واتستراش عنا فيه. الأكونا الأول ما وقعش. اليوم متع 2013. توتفي. بحش عنا فيه. طوال الأكونا متع 2016. الأكونا متع 2016 تيثم ما شكون. ما كتب عليه كتاب كابل في دونس. ما كتب لمحالة بروفوكاتور شوية. أما كتب عليه كتاب كابل. ما لينش. بح. اليوم. الأكونا متع الافمي. في مجموعة. بسكونا باليرو بير هذو ما معناها. مجموعة من التوصيات باش تحسن. وتصلح بعض الجوانب متع الاقتصاد متاعك. سوكي. توتفي ليجيتين. أنا مش نعطيك نسوتين بيجيتير. أعطيني كيفاش أنا مش نعملك دعم متاع الميزانية. أعطيني كيفاش متتصرف الميزانية متاعك. كيفاش مش ترجع لي فلوسي. توتفي. اليوم اللي مش يسلفك فلوس باش تبني معمل. يقول لك وين. ما عادش كون مش تبنيه المعمل. مني مش تشري اللي زباريه. مني مش تشري اللي. هيك أو لا. الي مش يسلفك فلوس باش تباش تخو مكينة. يقول لك. خلاصينا الفوريسور. ما فمينش واحد يعطيك فلوس يقول لك. ده براسك. يتبعك في النبو ديكزيكوشيون. هو نبي ما عاش يسلفك. شكون لفمي. هو حبك تعمل إصلاحات. بشتاش عو تخو مرزقك. ما عاش يسلفك. قائد الميادين اللي يزمها. يزمها إصلاحات. سحشان لليلحكوم هذي ما الحكومة الأولى. انا منيش حض بحكمه ما. والحكومة الأولى بالكل. مدعس الحبيب السيدة في وفين وفين وخمستاش. ما 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 معنا بعيد عليها جملة وجون جاملة في التبوليتيك. الحكومة الأولى دخل تنديكابي بار كريدي. بام. كأيت سيني إلا في. ما عاش دون كالكالكندشيون. والحكومة الثانية. دخلت بلاش فلوس معناها فريمون لتروفيل الكاسبيد دخلت تلقى فلوس تنزي تريكوب وتلقى الخير والخمير وتلقى فليزيت ماشاء الله وتحوا يصرفوا نفسي نرمال إزيت ياليز هم يبايع المؤسسات كيف كيف المصادرة كان عنده شوين فس يبيع لك البنك دي تونيزي ويبيع لك هذيك ويبيع لك هذيك معناها ألف المليارات مثل الفلوس والتونيزي تيليكوم معناها مقريسة باية احنا لقينا حد شيء لهو دخلت نرمال معناها وقت واحد يخدم في ظروف صحيبة ظروف صحيبة لكن قلنا بميسال نشمروا على ذراعاتنا ونخدموا شنو ما الميادين نخدموا عليهم الميادين نخدموا عليهم هي المنظومة الجبائية المنظومة الجبائية أصلاح المنظومة الجبائية دي نعمة بعدنا بذلك سي بيس هم وصلوا فيها اللي عملت وطي قادي نخدموا فيه ولا بحق نخدموا فيها بحق مش بتبلوكة مش بتبلوكة يعني قوي 14 يا سيليز شكتر من 14 في الميس 17 في المياد وتبركة لأخير والبركة وزيدة أطنسيون رأوا الموارد بيزي مش نطلع برشة خاطر كان نطلع برشة الموارد مش نطلع في البريسيون ونخاف على بيانسير سيطلع نكليب رجال على البيسيزمون على البيسيزمون اليوم قاعدين نخدموا على إصلاح المنظومة الجبائية على تعسير الإدارة وعلى تعزيز وتحسين الموارد الجبائية الوظيفة العمومية ثم برنامج كامل وثم فريق عمل كامل لاهي بإصلاح الوظيفة العمومية قبل البداية مع سيد الوزير السابق سيزعبيل بريجي لكن المستشار اللي معنا سي الدكتور توفيق راشحي يخدم معه فريق عمل كامل وخاصة على كترة الأجور معنا إصلاح الوظيفة العمومية بل بعلاقة مع التحكم في كترة الأجور تحكم في كترة الأجور باش نخلطوا باش شوفوها 14.1% بعنوان 2017 و12.1% بعنوان 2020 تقول لي كيفاش مش تنقصوا في الكتلة وعليش نقص في الكتلة نجم نزيد هالكتلة ونخلط 12 إذا كان إن شاء الله نزيد في الكتلة كان عمان 6% نزيد في المنظمة لا ستنكليب راشح شي حسن النمو ومش نلغط شوية على كترة الأجور من خلال برنامج كامل ما عنديش متنسع من الوقت باش نحك عليه برنامج برنامج كامل برنامج فيما يخص الانتدابات برنامج يخص الترقيات برنامج يخص الخروج للتقاعد المبكر الاختياري جدي بياه اختياري يجي نسولين فرضية موجودين وثم مجالة وزارية وثم أطراف اجتماعية بتخو رايحة وفعل اصلاح اصلاح السندق الاجتماعية حتى هذك رأى وسي اخي شو قولك فالسين اليوم تجمشي اليوم تخلي ومنظوم تدعم ومنظوم تدعم منظوم تدعم منش رأى ورأى وفي حد شاي رأى وكما قال سألني سيلياس بكري قالي انت في بيلك ولا هي ما في بيلك شوف هما الملفات الحارقة توا اللي لهين بهم أكثر هما المنظومة الجبائية تطوير لدارة الوظيفة العمومية كتبت الأجور السندق الاجتماعية دكار والموستات العمومية كي نحكي وعى الموستات العمومية مضمت الدعم مفاميش ل요 ليش ثم علخش لكي تحكي توفر وتحكي دول الحبوب بتي تحكي دول الحبوب مش تشبط systematicment مضمت الدعم كي نصلح و炎وستات العمومية ونحكي وعى الستير مش تشبط مضمت الدعم شو نتبقى في الدعم إذا كان ستير عندي البترول وإذا كان سيريال لو في سيريال عندي الحبوب الآخرة سيبعنا إذا كأولي منظومة الدعم من خلال منظومة كاملة تمس منظومة الدعم وتمس كذلك المؤسسات العمية خطر ما نجموش المؤسسات العمية خليهم في الوضعية اللي هي موجودة عليهم طول صحيح فهم أبرزيدو في الخبز والمقرونة أنا ما في بليش اليس فكري حبي يجاوب على النقطة اللي تم الخير والخمير معناها متاع 2012 و2013 نحبي يعلق عليها نجم أن نعلق عليها هو الحاجة هما 3500 على أقل الحكومة اللي أنا كنت فيها استعمل 800 والباقي تستعمله في 2011 و2014 و2015 800 ما يغطيهوش حتى الرباع متاع الدعم المحروقات على وقتها كي كان نصدي دولار كالفنا 3000 مليار في العام يعني ذا هي حكاية واحدة لملاك المصادرة ويني؟ ما كمش قاعدين تبيعوه؟ احنا باعنا اللي نجمنا نبيعوه في الوقت ذاك وعملنا لجنة وتجتمعها كل شهر تقول لجنة شمال مرتين في العام وما باعنا حتى شيء عنا 33 سنوات واحدة نتفرجه بيعوه لأملاك المصادرة واخر حاجة نحب نقولها أنا حبيت من سيفيسد يعطيني مش مش يعمل في كطة الأجور دخلني من الباب خرجني من خوخ قال لي مش تحت حيل وبعطاني حتى انفورميسون ويني نجم نتصورها من سياسي لأنه ما دوما الخيارة تصعب لا نجم نتصورها سياسي ما يخوش المسئولية لأنه عندها انعكاسات انتخابية أما من مستشار قالك حبيت نكون حبيت يكون سيفيسد أكثر قالك فما التسريح الاختياري معناها التقاعد المبكر فما معناها مع النمو قلت احنا انا البارح دخليني كملك أنا سمعت حتى الاخر أنا البارح كنت مع الفيمي راني الفيمي ما نقول ليش رأوا هكا تسريح مش نعملوا تسريح مش نعطيها بالدتايش مش نعمل يعني اللي خذيت والبارح مع الفيمي قولهولي بش يتصرح اختياري الاختياري قداش البوتانسيال 80 ألف الغياليزاب الـ 25 أول 30 قولهم يلزمنا نقولوا الدعم مش مش نعملوا فيه اخي احنا كنحينا الدعم على الإسمنتك العام اللي جابلنا 180 مليار وزد وعملنا تعديل في الأسوام متاع الضو وحسب الشرايح شرايح الاجتماعية نقصناهم والاخرين جابلنا 270 ياخي منظومة الدعم كنقلصنا فيها بـ 680 مليار ما هو خيارات صعيبة عملناها خذينا بسوليتنا كعملناهم يلزمنا المفيد يزمنا نقولوا اليوم نحكيه على الصناديق الاجتماعي ايش باش تعمل هانا باش نصلحه الصناديق الاجتماعي في جوان مش تقذوا المشروع انت البارح كنت بعلى فامي اراك مش في جوان انت لفامي خذيت معها تعهد التعهد اليوم موجود تحب تكون فيه شفافية وتصارح الشعب وتثقفه وتخليه معاك وفيه نوع من الله غالب هذاك هو اللي يتحمل ياخد الدمان يزم البلاد يزل يسوقها تاخد مسؤولية اللي فما شريح وفما عباد فما مؤسس باش ما هياش باش تكون لانعكاس متاحها يزم العبد اللي تدي لكسيان ما في الاخر فما خيارات صعبة انا اللي نشوفه اليوم هو كي قلت هنا كلمة تحت حيط يا سيدي هانا اللي عملتو وعملتو في الشفافية اعطيني كونك ختمان شنو اللي باش نعمل حتى بعموميا بعموميا او مش عتيك حاجة اخر مناحي تشافه فيه بالله اخر واحدة اللي حبي تنقول السياح باش نعمل ستاليف وخمسمية سنة ستملين وخمسمية ما نش باش نعمل ستملين وخمسمية لانو بدلنا الفورمولة متاع الكونتابيليزاسيو الكونتابيليزاسيو ولي نحسبه التونيزيان غزيدون الاترانجي ما كناش نحسبه مليون ما قولوا رانا احنا سيادة مليون يجيو مليون قولوا رانا احنا خمسمية ونص وزدناهم التاريو ولينا ستملين ونص هذي ايه الشفافية مثال اما دخليوا هكاكا في المهمو تارانا ومش نعمل ستملين ونص احنا حقيقة مش نعمل ستملين ونص كن عباد ما نحسبوهمش اللي هما التاريو ولينا نحسبوه تحسن المؤشر بتاع السياحة وتحسنوا شوية وغزموها احنا ماذا بينا كل شي تتحسن بالعدد ليل المقاذات كيف تحسن لا ماذا بي راهو الكلو ستوين كيسين ديقاء وشجاعة سياسية وخاصة من المستشار تقني كون اليزي خلي السياسيين هما يحسبو يقولو ميقولو احسبو الروحكم انتي دورك سياس خليجو سياس قتلك راهو فان دو ميل ديسيد لوبجيكتف اربعتاش فاس الواحد في المياه داكور فان دو ميل فان دو ميل فاناش فاس الواحد في المياه وقدتك ثم دو ميكانيزم الوبرمير ميكانيزم نعم معملين على التحسن متع نتجلمان الخام خطرك يتل على البيبي بطبيعة الرسيو وشابت والميكانيزم الثاني تحكم اكثر في كتلة الأجور من خلال البرامج اللي قلت عليهم متع الخروج للتقاعد المباكر قال قدش نوين تخرج من الجمش نقول لك أنا ما عنديش لشيفر دوين بار دوطر بار فانس فانس سنة ما عنديش لن يتكلمان لك ما عنديش وشابت وشابت فانس اتراف اجتماعي وعلا كل حال كنقولوا احنا اختياري لاو كنقولوا اختياري ما عاش نجي متحكم في اللوكان نقولنا اجباري طاو مقول لك رائلا كموانيش تخرج 10 لف 15 لف هذا اختياري ينجم جيو تبقى سا ديبان سيدي ميكانيزم حتى لذي ميكانيزم اختياري نعطيك شهر في العام نعطيك 15 يوم في العام ما زالو نصنبال كورد فيني ستننتي كي هم في معناها هذوما لزوريونتاشيون لجران ديني دين ريفورم تبقى ريفورم هذي هني با انكور فيناليزي ما تنسيش اللي رايب دات عند الشرير وذيذة هذا كهو تبقى ستتريفورم هذوما متاع الخروج للتقاعد المبكر معليه كمي يخفف والانتدابات كيف كيف با الانتدابات باركزامبل المموران دوام تعلميه في معناها شابيتر فيما يخص الانتدابات والله يجوب لي الراسيو ما عطينا معنا تفاهمه على الراسيو ما ينزمش نعديوه فيما يخص الانتدابات الجديدة بور رون بلا سي اللي مش يقرجو في التقاعد داكر معناها فما دي زاكسيوم فما دي زاكس اللي موجودين ومش يلاحقون ان شاء الله للاربعتاش فاصل واحد في المئة الساعة في آخر لالفين وانتداباتاش وبعد لفور دوا سوبر سويفر دي زويد دي زنف اي فانا خلطوا دوز فرقل ان شاء الله المشكلة انو شانتي كبير محلول شوان مش شانتي شانتي كبير ولي مش يتبع يتعب اليوم لفيزيبليتي في هذا ولا مش هكا لبروجيه مش واضحين عند التونسي عند رأي العام وكانه الدولة تخدم وحدها الحكومة تخدم وحدها وبعد يعديوا قوانين كان لزم المجلس نقاش وقته يمكنكون على بينا شوية قبل ذلك فما حد شي معناها لنقاش عام لا ترحل كما قال سيلياس معناها لرأي العام بش يصير نقاش اصلاح اليوم منظومة الدعم توجيه الدعم الى مستحقيه لليوم انا مريدش مشروع واضح وصريح حتى عطا قلت اللي يتبع يدعب واللي يخدم مش يدعبوا بره يموت بالتعب ربي عينكم ربي عينكم وذيك خدمتكم احنا نحب نتهنيو على بلادنا كتمدولنا التفاصيل على قلنا القاومة نقش القاومة نحاولو نفهمو ونحاولو نفهمو اليوم معناش اتا ونقول لك علش معناك كيفاش علش الخاطر الحكومة عندها البرامج المتاحة عندها الاصلاحات برشا بيترا ذي اصلاح الوظيفة العمومية ذي اصلاح المواصلات العمومية وفما ليجيان تخدم وفما مشاريع قوانين وفما دكر شكوني نجم لابوين بتاعنا لسوتيان بتاعنا اللي تبعنا في العمليات هذوما هما هو المعهد العربي اللي رؤسي المؤسسات اللي مش يعمل دراسات ويعمل ندوات حوار ويعمل حلقات حوار ويعمل دكر ويمدنا بالافكار ويمدنا بالدكر هي سوليدار اللي تجي متمدنا واللي خدمت معنا برشا في المجال في الاستثمار هذا هو ما تجي مش الحكومة تكون حكوة حرائلة تخدم وتعاية وتعمل دي تابلورون هذي الدور لثين تانك متاع تونس الكل بش يمسوتيان دون سيزاكشون سيفاة حنوري الخبير الاقتصادي ومش نسألك سؤال المشكلة اليوم سياسية أكثر منها اقتصادي بالفعل بالفعل اليوم سياسية لأنه انت تشوف حتى الستابلليتي بوليتيك متاع لليبان كورا سوري فهمت واليوم نشوفه السياسي تخل في الاقتصادي أكثر من لازم فاتت دوزها المعقولة وولد معناها الساعات يستعملوها الاقتصاد كفزاعة لوصول غايات معناها لوصول الحكم لأكثر ولا أقل فهمت موشك الاقتصاد الحقيقي اللي لازم نحكيو عليه ساعات تسمع بعض الخبراء لأسف الشديد بانتباءاتهم الحزبية يخرج لك مساج مش متاع خبير مساج متاع موبردن بارتي بوليتيك وهذا ستريغراف ستريغراف ويأثر على الرأي العاب متقاسد هو متحزب راه هني قد لكي هو متحزب ما تحكي على الخبير اللي قال راموثان لفمي موجاية وكذا مرشا خبراء مرشا خبراء اليوم مرشا خبراء هذي هذي قد لكي يأثر وشوف راه علش كتستعمل الاقتصاد كفزاعة بالمفهوم الاقتصادي بالمفهوم الاقتصادي شوف الرجل العون الاقتصادي سواء كانت دولة سواء كانت مستهلك سواء كانت مؤسسة هو إنسان ما لايه يبادر كي باش يبادر يستشرف ما لايه يستشرف على ثلاثة أربع خمسة ستة سنين يقول لك شو باش يسير يبدأ ينتظر في أربع خمسة سنين يبدأ يلمف المعطيات باش يقوم بالعملية وقت يبادر يبادر وقت يتخرج له خبر غالط قل له مثلا الدولار باش يولي أربع دينارية البعض شهرية ولا ثلاثة ساعة ما شكول عطاه حتى الدات في النهار وتخرج يتقول له همتي ولا ليه تعطيه خبر تقول له دولة باش تفلس بعد ستة شهور من الفين واثناش نسمو الدولة باش تفلس دولة من الفين واثناش نسمو الدولة معش تصب الشهاري الشهاري زادوا مياه والهدف يكون هدف سياسي تضرب للعاول الاقتصادي تخليه ماشي يستشرف شاعمل يوخر برامج متاعه اللي عنده برامج فش ريدار ما شيريدار اللي بش عمل مشروع اللي بش عمل مشروع ما شعمل مشروع الطرف الأجنب اللي يتعامل معاك اللي يتعامل معاك هو بدو اللي يقل عصاب اللي يدار بش شوال اللي هذير يضرب النموم تيانا ويضرب اقتصادنا ويخلينا في الوضع كنت اسمعني بعجلة بعجلة بالحق سمدوك نقتلوا في الوقت البارع البارع نعتبرهم معناها كمان خبر يعتبر سائد يعتبر سائد يعتبر سائد كتراب كالدولي والباد وغيرها يعتبر سائد كتراب نسبة النشر المتاعه في الفيسبوك نسبة محتشمة محتشمة رابط الحدود ولم يتدمت الدوله إلا بيقى طريقة أنا عندي قراب اتنلفين وثلاث هلاث هلاث من الناس اللامية معايا اللي هو يعتبر من النخبة مثلا ماشي خمسة إلى ستة بالناس تفعلوا بعد خبر وكأنه كيتخرر كيتوزع خبر وتنشر خبر معناها هكا فيه الضرب الواحد ينتشر بسيفة غريبة ساعة نتسانة قول شو تحب تحبلها الخير هالبلاد هذية ولا تحبلها معناها من تعتبر وتعيش في الوضع اللي فيه اليوم اني معاشي فقروا في مستقبل أولادكم فقروا في مستقبل الشعب هذية فقروا في مستقبل إذا ما تخرج البيت من ورطها اللي فيها اليوم رأي في وضع سيب ما نجبه نخرج منه إلا ما نكون متقبلة معايا مش بطريقة هذه المشكلة السياسية في البلاد اليوم أكثر منه اقتصادية تفهم الزوز هم مربوطين بعضهم يعني الحقيقة هالسياسي واحده والاقتصادي واحده هو السياسي هو من يحدد السياسات والخيارات الاقتصادية اتحدد التوجه الاقتصادي مش بش نجيبه عبيد من البرة يحدون مثلا ناخد العز التجاري متاعنا ومسألة التوريد رانا عنا ثلاثة سنين واحنا نشوفه في العز قاعد يزيد وفي الدينار متاعنا قاعد يتدهور والمديونية متاعنا قاعدة تزيد باغي فيه ما هوش خطر قاعد ينزيد وناخده في برشة فلوس على خطر الكلفة الدينار طاح كانت 10 مليار دوات ولا 14 مليار دوات لانه الباقي خسارة في التو تشانج وذلك عليش طعنا 66% احنا دنكو من 47 ال 63 شنو الاجراء القوي اللي التوانس سمعوا به في ترشيد التوريد حت شي هاوي ننقل لك انا كل حكومة قاعدة تخدم على هذا وتقل لي حتى لو يمسي رانا في الظرف اللي احنا فيه مع تجد للسوفقار اللي نعملوهم نجمو نتنقشو ونتفاردو وناخدو ونصحين على المعادات دونك هذيك عليش نقول لك اليوم يلزم وراو احنا ماذا بقنا كان نسمع سياسات حكومية نشجعوها كي تبدأ ماشى في الثنية صحيحة كي تبدأ مع الناس سياسات وإلا ماشى في الثنية الغالطة من نجمو كان نقولوا راو حكومة مع المتعرش وحاوين ماشى دربة المستشرة دارس الحكومة مكلف بالجباي برك الله فيك شكرا مشكرا كبارش أعطيك مساحة على النقاش هو الحقيقة وعنيها النقاش صعيب وقد بدأنا نحكيه في الأيكونامية إن شاء الله المستمعين يتبعونا وينجمو ويركزوا نجمو ويركزوا معنا ويفهموا معلقاء شوية من الكلام اللي قلتوه شكرا 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 لغدوة في نفس توقيتنا